سيدي عشر سنوات من الحرب دمرت فيها اليمن وشتت فيها اليمنيون وعرف اليمنيون فكرة اللجوء والشتات وبدأت التغريبة اليمنية ثم يا سيدي لم يكتفي الحوثي بالصراع مع دول المنطقة والصراع مع الشعب اليمني فذهب يفخخ البحر الأحمر ويأتينا بأمريكا وبريطانيا تدمر اليمن ولم يكتفي بذلك فذهب يأتينا بإسرائيل التقصف الحديدة القارئ غير اليمني المشاهد غير اليمني أنتم المصريون هل لديكم رؤية الحوثي سيأخذ اليمن والمنطقة إلى أي؟ أنا كمصري أستطيع أن أقول أن أغلبية الشعب المصري يفهم هذه المسألة يعني هم يزيدون في حب آل البيت نحن عندنا في مصر حب آل البيت جزء من عقيدتنا من الهوية المصرية بالضبط لكن دعني أقول لك أن الحسيين يزيدون بهذا الملف ويضافدون المشاعر العامة الشعب اليمني بطبيعته يعيش بهفوية قضية فلسطينية أنا عشت في صنعاء وأعلم أن بعد خروج الشهيد أبو عمار رحمة الله عليه الرئيس ياسر عرفات من لبنان بعد الحرب الأهلية هناك وطبعا المطاردة جاء إلى صنعاء له قصر موجود في صنعاء أنا لتقيط الرئيس أبو عمار في صنعاء وهناك حي سكني كان القوات الفلسطينية كانت موجودة أنا ذهبت مع ممثلين لجابة التحرير الفلسطينية إلى منازل شهداء يمنيين هذا في التسعينات هنقصد أنه لا أحد يزايد على مشاعر وموقف الشعب اليمني والدولة اليمنية منذ فترة طويل حتى أنه أبو عمار نفسه حضر وصمم أنه يحضر حدس الوحدة وسماها إعادة اللحمة كان هذا التعبير إعادة اللحمة هذا كان تعبير أبو عمار ففكرة أنه الشعب المصري يدرك تماما المخاطر التي العبس الذي تقوم به جماعة الحوسي في المنطقة هم لا ضوابط لها لا عتاب عليهم هم يتعاملون كسلوك عصابات وقراصنة يعني في المنطقة من سيلومهم هم مش خسرين حاجة يعني هم يسمحون لخبراء حزب الله والخبراء الإيرانيين من الحرس السوري عبر تهريب قطع السلاح والمسيرات وخلافه تصنع في الأرض اليمنية هذا للأسف الشديد قوت اليمنيين يفرضون على الناس جمع المال ويفرضون على الأطفال أن يذهبوا إلى القتال والموت هم من الذي فرش الأرض اليمنية بالألغام إنهم الحسيين من أكم من الآلاف قتلوا عدد قتلى اليمنيين والمحبوسين والمصابين في أحداث حرب اليمن يفوق بكثير ما حرس في غزة مع اقتناعنا وتقدرنا لما يجري من مقاومة بطلة ومن جهاد كبير في غزة ونحن جميعا مع هذا لكن انظر مثلا حينما تتعامل الدولة الدولة وليست العصابات تكون المسائل محسوبة بدقة وتكون الأمور لا يمكن أبدا أن يصدق ليست مغامرات لا يمكن أن يصدق الإنسان المصري أو الإنسان العربي جماعة الحسي وهي تلقي بقنبلة من فوق السور في تل أبيب أو في مناطق هناك هذه ليست حرب هذه خدمة لإيران لأنه في النهاية إيران هي التي تتحكم في المشهد وهذا واحد من أزرعها في المنطقة هذا ما يحدث الآن أضرب لك مثل نحن في مصر على سبيل المثال إحنا موقفنا واضح والقيادة السياسية والرئيس عن فتاح السيسي مفهوم موقف دولة مصر نعم لكن مصر لا تتحدث كثيرا عن خسائرها بسبب المغامرات الحوسية عائلات قناة السويس ونحن في مصر نعيش أزمة اقتصادية طاحنة موارد مصر من العملة الصعبة العمود الفقر فيها هو قناة السويس هل تعلم أنه من 30 إلى 40% من هذه الموارد أكثر من 3 مليار دولار على الأقل ضاعت على مصر كتعاقدات بسبب المغامرات الحوسية من الذي تضرر إذن من العبس في البحر الأحمر اليمن دولة شاطئية وتحترم وتحترم الملاحة لكن لأنه ليس دولة ولم يعترف بها أحد مطلقا في العالم وبالتالي فهو يعبس طيب هل هو فعلا الحوسي في هذه المواجهة صادق وهو يواجه أمريكا وبريطانيا أقول لك لا أنا أعتقد وأعتقد أن فيه كتير من المشاهدين يعني يشاركون أنا هذا الرأي الحوسي هو حليف لأمريكا الموت لأمريكا هو شعار فوقي لكن من تحت الطاولة أمريكا لا ترى في الحوسي عدوا أمريكا ترى فيه حليفا وأداة مهمة لها لتخويف الأشقاء الخليجيين وإجبارهم على شراء الأسلحة في المنطقة لكي يواجهوا الخطر الحوسي كما أن أمريكا نفسها ترى أن الخطر الحقيقي هو من تنظيم القاعدة ترجمة نانسي قنقر